موضوع هذا البودكاست كنت أريد أن أتطرق إليه منذ مدة ولكن دائماً ما كانت تسبقه مواضيع أخرى أكثر أهمية يعني معلومات تاريخية أو أشياء فكرية أو فلسفية سواء في اليوتيوب أو في المقالات أو تأليف للكتب وكلما أخرت هذا الموضوع كلما كان ذلك أنفع له لأنني كنت أزيد من رصيدي المعرفي في التاريخ وهذا البودكاست سيكون حديثنا عن التاريخ ولما الجزائر اليوم هي أقوى بلد في المنطقة المغاربية وهل هذا ناجم عن الحفظ أم ناجم عن التاريخ السؤال الذي يضرح نفسه بشدة ويتحاشاه الناس الذين يتحملون أو يكنون البغض والحسد والغيرة من الجزائر يعني يتحاشون هذا السؤال لأن في المغرب الأقصى مثلا يقولون بأنهم هم أصل كل شيء وأصل كل بلدان وأصل كل حضارات وأصل كل شيء وهم مشرق الأرض وليس مغربها أي أن الشمس تشرق من المغرب وليس من المشرق فهم من اخترعوا كل شيء وهم من فكروا في كل شيء وهم أصل الإنسان والبناء وكل شيء دولة المغرب الأقصى عرفت استقرارا كبيرا جدا بالمقارنة للجزائر خاصة في القرن التاسع عشر أين الجزائر وقعت في الاستعمار الفرنسي من سنة 1830 إلى غاية 1962 تخيل أخي المستمع وأختي المستمع 130 سنة من الضمار 130 سنة من عدم الإنتاج الجزائري الجزائر توقفت كجزائر كهوية كجزائريين كانت من الممكن أن تقدم أضعاف الأضعاف الأضعاف في يومنا هذا لو لم تتأخر تلك 130 سنة من الاستدمار الفرنسي تخيل أخي أن في تلك الفترة المغرب الأقصى ودولة تونس كانوا ينعمون في الرخاء يعني ما كانش استعمار تونس تعرضت للحماية في أواخ القرن التاسع عشر أما المغرب ففي بداية القرن العشرين تعرضت للحماية وليس الاستدمار أو الاستعمار ومع ذلك انظر جيدا إلى المفارقات عند استقلال تونس والمغرب الأقصى من الحماية وليس من الاستعمار وليس من الضمار يعني لم تضمر بدونهم لم تحدث لهم إبادات لم يحدث لهم الربع الذي حدث للجزائر عندما استقلت الجزائر واستقل البلدان المجاورين لها الجزائر اليوم أحسن منهم بكثير جدا سؤال الذي يتحاشون طرحه لما هذه الجزائر هل صنعتها فرنسا طبعا يقولون الجزائر صنعتها فرنسا الجزائر صنعتها فرنسا ما فائدة فرنسا من صناعة الجزائر والجزائر تعاديها صباح مساء أليس هذا من أغبى الأجوبة التي يتقلدها هؤلاء الحساد والأغبياء الذين لم يدرسوا التاريخ أو يتحاشون الحديث عن التاريخ الحقيقي ما فائدة فرنسا في إعطاء الجزائر تلك المساحة يدعون بأن مساحة الجزائر أعطتها لها فرنسا ما هي الفائدة لأن المغرب الأقصى كانت دائما خدوما لفرنسا فلو كانت فرنسا هي التي تعطي الأراضي الشاسعة فكان الأوجب والأحق أن يأخذ ملوك المغرب الأقصى أراضي شاسعة لو كانت الفرنسا هي المعطاءة ولكن الله هو الذي يعطي كذلك ينسبون الممالك والقوى والحضارة والثقافة البغرب الأقصى وبعض وليس كل بعض تونسيين ينسبون أيضا نوميديا لهم ينسبون قرطاجا ويضميرون ويخفون دور الجزائر ويقولون بأن الجزائر لن تكن موجودة يعني لا وجودة لنوميديا أو نوميديا تونسية الحكام أو الفاتحين العرب الذين أسسوا دولا في إفريقيا ينسبونها لهم الأغالب هم الدول أخرى هم ويمحون التاريخ الآخرين الجزائر غير موجودة كتامة غير موجودة الزيريون تونسيون كتامة تونسيون ولدناي التونسيون الصنهاجة تونسيون والمغرب الأقصى كذلك زنتيون مروكيون المرينيون مروكيون صنهاجة مروكيون كل شيء إما للمغرب الأقصى أو لتونس يا للعجب يا للعجب هؤلاء عندما تتحدث عن بلدان مثل هذه فأنت تقول بأنه وووو كان إمبراطورية عظيمة فوق الأرض وتخيل أخي المستمع بأنهم لم يتعرضوا لأي استدمار ولكنهم اليوم ضعفاء جدا بالرغم أنهم عاشوا في رخاء بالمقارنة مع الجزائر وقد يقولون نحن في فترة ضعف خيل هل هناك فترة ضعف أكثر من الفترتين التي عاشتهم الجزائر 132 سنة من الاستعمار و12 سنة من العشرية السوداء هل يقارنوا هذا بذاك يقولون نحن الدولة الموحدية نحن ورثة الدولة الموحدية والمارينية يا رجل هل لديك أي إسناد عن الدولة الموحدية عسكريا وثقافيا واقتصاديا وفلسفيا يا رجل ليس لك أي صلة بالدولة الموحدية لأنك لا تشبهها في شيء ولا ينعكس فيها وعنك شيء مطلقا نحن كنا دولة الأغالبة نحن كنا دولة بني الحفص نحن كنا دولة الفاتميين هل لديك أي موروث عسكريا اقتصاديا ثقافيا عن بني حفص يا رجل تخيل أخي المستمع قبل أن أتي إلى التصنيفات أن الجزائر بعد الاستقلال وفي سنة 1990 إلى غير 2002 أخي المستمع وأختي المستمعة تعرضت لعشرية سوداء أعادتها مرة أخرى إلى النقطة الصفر للمرة الثانية 130 سنة ثم 30 سنة من محاولة استرجاع الأنفاس ثم السقوط مرة أخرى عشر سنوات وأكثر يعني من سنة 1990 ربما حتى 2004 اليوم جزائر بدون أن تكون مطبعة اسمع جيدا واسمعي جيدا أختي المستمع وأخي المستمع من دون أن تذل نفسها لفرنسا لأنها في عداء صارح مع الفرنسيين وهذا واضح للجميع تخيل بأنها هي الأولى عسكريا في المنطقة المغاربية هي الأولى اقتصاديا في المنطقة المغاربية تخيل بأن هناك تصنيفات أخرى الجزائر تتجاوز رب الأخصى الذي عارف ليس مرحلة وليس مرحلتين من الاستقرار لأنه كان يداهن الاستعمار الفرنسي ويداهن الاستعمار الإسباني ويداهن الاستعمار البرتغالي ولكنه نظرا لي لا أريد أن أكون قاسيا مع الشعوب ولكن مؤشر الذكاء لم يسمح لهم بأن يبنوا الإمبراطورية التي لطالما حلموا بها جاءت الجزائر بعد سقوط كبير وفي يومين أو أسبوع تجاوزتهم في كل شيء هذا الأمر يعني مستفز جدا ولكن لماذا؟ لأن يا أخي المستمع ويا أختي المستمع الحاضر يؤكد بأن الجزائر هي نوميديا والجزائر هي موليطانيا القيصارية والجزائر هي قبائل كتامة وزناتا وصنهاجة وهي البعبع الذي إذا لم تقتله تماما فسوف يستيقظ ويبتلعك الجزائر إذا بقي الجزائري واحد كل ما ينسب إلى بلدان مجاورة للجزائر كذبا وزورا الحاضر يكذبه وليس كتب التاريخ اسمع جيدا أخي المستمع سواء كنت جزائريا أو من المغرب الأقصى أو من تونس أو من البلدان العربية الحاضر هو من يكذب إدعاءات الفارغة لأن الجزائريون لم يولدوا بين ليلة وضحاها ليقومون بأعظم طورة تحريرية في القرن العشرين فهذا غباء ما بعده غباء كما يقال بأن عصب الدولة الفاطمية قبائل كتامة فيجب أن يصدق ذلك قبل قراءة كتب التاريخ لأن الحاضر يؤكد أن الجزائريون نعم يستطيعون فعل ذلك وعندما يقال بأن النوميديا أول مملكة في شمال إفريقيا نعم يقال نعم قبل قراءة التاريخ نعم الشعب الجزائري نعم يفعل ذلك لأن نراه الآن هو الذي يتسيد هذا الشيء في وقت جمهورية الجزائر عندما كانت إيالة ثم انتقلت إلى النظام الجمهوري ذلك الاستحوال على الحوض المتوسط وتلك الغزوات وتلك الانتصارات لا يمكن أن تنسب لبلد آخر غير الجزائر فإذا نسبتها لبلد آخر سيضحك كثيرا قبل أن يفتح كتب التاريخ سيضحك ويقهقه كثيرا القارئ للتاريخ والمحايد لأنه الآن يرى الفروق بعينه ولا ينتظر الكتب ثم عندما يفتح الكتب طبعا سوف لن يصدم عندما يرى بأن الجزائر أكبر بل الإفريقي الجزائر أكبر عدد نسمة وهذا مؤشئ أيضا جزائر أسكانية رقم واحد اقتصاديا رقم واحد هل خلاجت الجزائر هذه من قبعة الساحر؟ أم هي فعلا وريثة النومديين والرستوميين والزيريين والزيانيين والحمديين والموحدين والفاطميين ودولة الجزائر البحرية أما إذا كنتم تدرسون التاريخ جيدا فأنتم تعلمون بأن هذا يسمى التتابع التاريخي وهذا الذي أسميه السند التاريخي السند المتصل انظر إلى مصر مثلا مهما سقطت مهما حدثت لها مشاكل مهما حدثت أمور ستقف لأن حضارة مصر ليست كذبا لم يزوروا حضارة لم يكذبوا على الناس لم يسترقوا الناس لذلك مصر تعود الجزائر لم تكذب أبدا ثم عادت لما أن هذا الدم يعود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته